اشتركوا في القناة القمر في الميزان في منزلة الغفر هي حكينا للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي طبعا رح يظل فيها لغاية ساعات الصباح بعدين رح ينتقل لمنزلة الزبانية وهي الفساد والقطع والمشاكل وحكينا ان القمر لما بيكون موجود في الميزان هاي الفترة عاطفيا يعني افضل خصوصا لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل الاسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لسه ما استقرت بشكل كامل في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين بيت او مكتب او اقتناء حاجيات جميلة طبعا بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية وحيدة رح تكون بعد الحلقة تقريبا ولكن هاي الزاوية لها تقريبا سبع ايام موجودة مأثرة على الجميع ورح تستمر كمان سبع ايام قادمات هاي الزاوية زاوية اقتران سلبية رح تكون بين الشمس وعطارد رح تكون في تمام الساعة 9 و41 دقيقة مساء بيصبح الفكر مشتت وبقل التركيز ومنصبح متقلبي المزاج يجب الحذر اثناء القيادة بتدل على توجيه وتركيز وسائل الاعلام للانتقادات للحكومة ولأعمالها ممكن يكون هناك اضربات في قطاع التعليم او الطلبة او نوع من انواع الشكوى من تصرفاتهم او من قراراتهم وزيادة عدد حوادث السير على الطرقات وتراجع اه واضح بيصير في ميدان النشر والتعليف وما بتلاقي الاصدارات الجديدة رواج كبير طبعا هاي الزاوية الوحيدة ما في اي زاوية ثانية الزاوية الباقية هاي كلها رح تصير بكرة بعد يعني بعد حلقة الغد رح نذكرها طبعا بالنسبة للقمر موجود في الميزان حكينا ان خلو المسار القادم رح يكون يوم اه ستة خمسة رح يكون في تمام الساعة ثنتين ونص صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة واربع دقائق صباحا كل هاي الاوقات طبعا بتوقيت جرينيتش وبنتقل بعدها القمر لبرج العقرب عمر القمر القمر انحصار المكتمل يعني يجي لمراحل الاكتمال البدر عمره اتناعشر يوم في تمام الساعة وحدة بعد الظهر بصير عمره اه تلات عشر يوم نسبة الاضاءة تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمس المزاج ممتحس القمر في الميزان حتى ستة خمس المزاج سعيد عطارد في الثور حتى يوم احدعش خمس المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى ثلات عشر خمس وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلات عشر خمس المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى اربع عشر خمس وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى احدعش خمس وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى خمسة عشر تمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتن في الحوت حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشرة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما بشير القمر لا لتفاهم ولا لهدوء ولا لود لأنه مقابلك مباشرة يعني في بيت الشراكة فهو شوي بيضعف عندك الطاقة وبيسبب لك تعطيل أو أعطال في كثير من الأمور فممكن تتعقد الأمور ويطرأ بعض البلبلة خلال هذا النهار عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر من القطيعة والدعاوة القانونية خصمك بهاي الفترة دائما بيكون أقوى منك لأنه طاقتك أضعف والعراقيل اللي بتصير بتستفزك فممكن تنشحن بطاقة سلبية وتصير عصبي زيادة أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم تقريبا إحنا بنقدر نحكي أنه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك على حسب طبيعتك اليوم بيكون مزاجك ممكن يغلب عليك نوع من أنواع الكسل أو الارتخاء أو حب الراحة أو النعس أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى المالي ممكن تكون متطلبات أو مشتريات أو التزامات أو اهتمامات بأمور مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو تقريبا روتيني ولكن إجمالا بنقدر نحكي أنه في بعض الطاقة الإيجابية فيه فعشان هيك اللي عندهم تنقلات أو عندهم نقاشات اليوم يبعدوا عن العصبية والتسرع بتكون أمورهم جيدة حاولوا تنتبهوا على الطرقات وحاولوا أنه ما يصير خلاف ما بينكوا بين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فوضع البيت إجمالا بيكون فيه نوع من أنواع الضغط فممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر في علاقة ما أو مع أحد أفراد العائلة أو تحتد وتعصب على أشياء بتكون مش ذات قيمة حاول تمسك أعصابك التزم بالأمور المهنية أو الأشياء اللي مطلوبة منك باتجاه البيت من أعمال أو صياني أو مشتريات وما تحاول أنك تعصب ولا تفرض رأيك على حد أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي عشانيك يفتح لك بعض الأمور العاطفية أو ممكن تتواصل مع أحد الأحبة خلال هذا النهار أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل تقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك اليوم إما بمساعدة بعض الزملاء أو أنك أنت بترتب الأولويات لإنجاز بعض الأعمال ولكن برضو بدك تنتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور اللي بتتعلق أما في اتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو حتى امتحانات جامعية بتكون جيدة ممكن أنك تنجزها على أكمل وجه أما بالنسبة للبيت العاشر فيعني الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى السمعة أو على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك وعلى إنجازاتك القائمة وحاول إذا عندك أعمال أنك تتعاون مع زملائك في العمل مش تعمل مشاكل معهم أو تتأخر عن دوامك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء فهذا بيحمل لك نوع من أنواع لإنسجام أو التوافق أو أنك تتلاقى أنت والأصدقاء بنقطة معينة أو تواصل تفقدي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك شوي فعشان هيك بنقول لك حاول أنك تأخذ يعني احتياطاتك انتبه لصحتك لغذاءك لراحتك انجز الأعمال الضرورية وحاول أنك أنت ترتاح برج الثور طبعا القمر موجود في البيت السادس عشان هيك بيتراكم العمل عندكم ممكن تجدوا تعاون من الزملاء خلال هذا النهار مارسوا نشاط بدني أو حركة أو لياقة أو أمور صحية يعني الأمور بتكون جيدة لإلكم في هاي الفترة دائما بتتزامن الواجبات وممكن تصعب عليك وممكن تضطر العمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فما يشوف فيه نوع من أنواع الضغط صار يصير عليك اليوم أوضح من الأمس فعشان هيك نفسيا بتكون مش مرتاحة أو بكون عندك نوع من أنواع التوتر أو الحدية في الطباع أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية بس بدك تدير بالك من المصاريف لزيادة ممكن يجيك بعض الفرص المالية اللي إلها علاقة ببعض الأعمال أو عمل إضافي أو ممكن استرداد لبعض الأموال لإلك أما بالنسبة للبيت الثالث فمنقول لك دير بالك من العصبية ومن الحدية والإنفعال وحاول ما تتسرع إذا كان عندك امتحان أو كان عندك نقاش حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد على أساس أن الأمور تكون ممتازة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور جيدة على مستوى البيت تفتح لك بعض المجالات إما للتلاقي أو للتقابل على نقطة معينة ممكن يحمل اليوم نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة ولكن إجمالا الأمور جيدة على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس يعني فيه نوع من أنواع الضغط أو الحدية ممكن تصير ما بينك وبين أحد الأحبة ممكن تقلق بشأنه أو ممكن تقلق بسبب تصرفاته أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع فيه نوع من أنواع الضغط شوي بكون على مستوى الشراكة فعشان هيك الأزواج هم أكثر ناس ممكن يعانوا منها النقطة خلافات أو سوء تفاهم أو حدية بالتعامل أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد بيدعمك بشكل قوي اليوم على مستوى الأعمال المشتركة أو على مستوى الأموال المشتركة ممكن يكون في بعض النتائج العملية أو ممكن يكون في بعض التحصيل لبعض الأموال أو ممكن الاهتمام بديون أو قروض أما بالنسبة للبيت التاسع يعني إجمالا نقدر نحكي جيد ولكن اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما اللي عندهم أوراق قانونية أو معاملات قانونية أو اتصالات بأشخاص خارج البلاد تقريبا بتكون الأمور جيدة إلا أنه ممكن تسمع خمر عن شخص خارج البلاد شوي يزعجك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور يعني إجمالا جيدة على مستوى بيت السمعة ولكن منقول لك حاول أنك ما تتأخر عن دوامك وحاول أنك أنت تنجز الأعمال بالتعاون مع زملاء أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي بيضغط على بيت الصداقة شوي ممكن يوتر علاقة أو يعصبك من صديق إلا أنه الأمور تقريبا يعني روتينية بس هاي النقاط حبيت أوضحها أما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد على مستوى بيت المتاعب اليوم تقدر تنجز الأعمال الضرورية وممكن تهتم بشأن صحي أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأعمال الخاصة برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء والأجواء واعدة خصوصا بالعلاقات أو إعادة العلاقات إلى طبيعتها برضو بتكون ممتازة بتنال أشياء ممكن أنت بترغبها أو رغبانها بالفترة هاي بتنتصر على بعض الاعتبارات بتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة يعني ممكن تحقق أشياء أنت ما كنت قادر تحققها بالفترة الماضية يعني بمعنى آخر أن الفترة هاي إيجابية بالنسبة للبيت الأول اليوم أنت نفسيتك أحسن مرتاح وعندك طاقة كبيرة بتقدر تنجز كثير من الأعمال والمهام وممكن تهتم بأشؤونك الشخصية أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور المالية فيها نوع من أنواع الضغط ولكن بما أنه القمر موجود في بيتك الخامس بيدعمك فممكن الحضوض تدعمك في بعض المسائل المالية للبعض طبعا مش للكل بياب تجيهم من عمل إضافي يا نوع من أنواع المستحقات المالية يا إما بترتب أشؤونك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فمنقول أن الأمور جيدة اليوم عندك قدرة عالية جدا على النقاش وعلى الجدال وحتى على إقناع الأشخاص بوجهة نظرك اللي عندهم امتحانات على مستوى المدارس برضو الأمور جيدة بتدعمهم بشكل قوي وفي منك ورح يكثر عنده الاتصالات والتنقلات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض المسائل اللي ممكن توترك أو يكون فيها نوع من أنواع سوء التفاهم حاول أنك تتجاوزها بتكون الأمور جيدة في منك ورح ينشغل ببعض التصليحات أو الترميمات أو العمال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس إجمالا فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض العمل أو تعمل لوقت إضافي زيادة وفي منك وممكن يهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة فبيدعم علاقتك ما بينك وبين الزوج أو الزوجة وبعمل تقارب ما بينك صحيح أنه في فترات الصباح ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية ولكن إجمالا الأمور كلها بتمشي بطريقة سلسة بدون مشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن اللي عندهم امتحانات جامعية برضو اليوم بينجزوا بقدموا امتحاناتهم بشكل جيد وفي منك ورح يهتم بأوراق قانونية برضو رح تكون لصالحهم أما بالنسبة للبيت العاشر يعني شوية الأمور ببيت السمعة هاد بضغط شوية عليك فعشان هيك منقول لك حاول أنك ما تشوه سمعتك خلال هذا النهار وما تجازف وما تغامر وما تدخل في أي أعمال مشبوهة حاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك في منك رح يهتم بقضايا إلى علاقة بالشركات الكبيرة أو بينجاز بعض الأعمال من خلال تعاون ما بينك وبين زملائك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بالنسبة للتواصل مع أشخاص أو أصدقاء ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو عزومة أو لقاء حتى يعني الأمور إيجابية وفي منك رح يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينه وبين صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة بتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم بأموره الصحنية أو شؤون صحية مثل فيتامينات أو نوعية طعام معين أو يفكر فيه عملية تنزيل الوزن أو التجميل برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك حاول أنك ما تفرض رأيك على حد فترة مناسبة للتنقلات أو لتفكير في أمور إلها علاقة بأمور خارج البلاد وبرضو في أمور الاستثمار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور روتينية على مستوى البيت الشخصية فعشان هيك لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل فيها على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى أمور الأموال فممكن اليوم إما تحقق أموال من عمل إضافي أو أنه يكون في نوع من أنواع الدعم اللي ممكن يحقق لك بعض الإيجابيات وفيه منكم ممكن يهتم ببعض المشتريات ولكن بتكون تخففوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى النشاط أو قدرتك على الإقناع أو سرعة البديهة عندك إلا أنه بيغلب عليك نوع من أنواع العصبية في بعض الأحيان عشان هيك بنقول لك لا تفرض رأيك على حد فيه منكم اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم بد يركز بشكل جيد وخصوصا اللي في المراحل الأساسية الابتدائية والثانوية أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس على مستوى العاطفي ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو العتب أو الزعل من صديق أو من حبيب يعني شوي توترت العلاقة ما بينك وبينه أو ممكن يتصرف تصرف يزعجك أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما على مستوى بيت العمل والصحة ما فيه أي شيء إيجابي ولا سلبي يعني بتنجز أعمالك بالطريقة اللي أنت بطبيعتك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي شوي ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية ما بينك وبين الشريك اللي هو زوج أو زوجة ممكن تعصبه على مسألة معينة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية أو التوتر وممكن تقلق بشأن الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فنقول أنه الأمور جيدة برضو على مستوى الأموال المشتركة يعني مش جيدة كثير ولكنها برضو مش سلبية بتفتح لك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالديون أو أمور إلها علاقة بالمستحقات أو مستردات مالية أو بتطالب في الديون لإلك كلها أمور بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط عليك ما زالت الأمور ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أوراق قانونية أو أمور إلها علاقة ببعض المشاكل اللي إلها علاقة بالسفر أو أوراق أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة بالتعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيشكل لك نوع من أنواع الضغط في علاقة أو من صديق أو مع صديق أو قلق على صديق بتصرف معين أو ممكن أنه يعني يكون في مجال لزيارة وتلتغ الزيارة هاي في آخر لحظة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط اللي ممكن شوي يشكل لك بعض المصاعب خلال هذا النهار فعشان هيك بنقول لك بيت المتاعب بيحكي لك دير بالك اليوم ما تحاول أنك تغامر بأي أمور ما تخالف القوانين حاول أنك تهتم بصحتك إنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة برج الأسد طبعا بما أن القمر موجود في البيت الثالث فاليوم معناته بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة أو التنقلات أو الاتصالات بوسعكم إجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب حقل اختصاصك بتكون لك عدة لقاءات خلال هذا اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم طاقتك عالي جدا وعندك قدرة على إنجاز كثير من المهم وحتى في عندك اهتمام بشكلك أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأمور المالية ما زال فيها نوع من أنواع الضغط إلا إنها ممكن تفتح بعض المجالات لبعض الأشخاص من برج الأسد يعني نوع من أنواع الأعمال الإضافية ممكن يحصل منها مبلغ أو أموال بتعود له اليوم يحصل منها جزء ولكن يحاولوا يخففوا من مصاريفهم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع شوي بدك تمسك حالك من الحدية أو التسرع بالحكم أو فرض رأيك على أحد الأشخاص من ضمن البيت أو خلاف عابر ممكن يصير ممكن أنك أنت تتجاوزه أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما بتعاملك مع الحبيب يعني ما فيه لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم وبتتعامله أما بالنسبة للبيت السادس إجمالا تقدر تنجز كثير من الأعمال اليوم وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو أحد المعارف وفيه منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو إجمالا جيد فيه نوع من أنواع التوافق أو التقابل ما بينك وبين الشريك يعني الزوج أو الزوجة وممكن يصير مصالحة معينة أو تقارب وجهات النظر أو نوع من أنواع المغازلة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة إلا أنه برضو ممكن تتوتر بديون أو قروض أو بعض المسائل المالية المشتركة يعني الأموال اللي ما بتعود لك يعني بتكون على شكل ديون أو قروض أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اهتمام بأوراق سفر أو اللي عندهم امتحانات جامعية برضو اليوم بقدمه بشكل جيد وفيه منك ممكن يهتم بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فنقدر نحكي أنه روتيني فعشان هيك على مستوى أعمالك إذا بتشتغل من ضمن مؤسسات كبيرة يعني تنجزها بشكل روتيني وفيه منك ممكن يتأخر عن دوامه أو يصير فيه عنده نوع من أنواع الحدية من زميل أو من رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية أو الغضب من صديق معين حاول أنك أنت تتجاوزها يعني هي بأقل حديتها ولكن حاول أنك تتجاوزها بتلاقي الأمور مشت بشكل جيد ممكن اليوم إما أنه يتفقدك صديق أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأمور جيدة على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك بتقدر تنجز الأمور أو المواضيع الضرورية والمهمة وفيه منكم ممكن يهتم بصحته أو يهتم ببعض المعاملات أو أشياء كان صعب أنه يحققها بالفترة الماضية اليوم يهتم فيها بشكل جدي برج العدراء طبعا القمر موجود في البيت الثاني فعشان هيك اليوم ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب دائما من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو يحصل على جائزة أهم شيء أنه ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب أو لصديق ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش وفي المساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي إلا أنه في بعض الطاقة الإيجابية بتشحنك بما أنه القمر في البيت الثاني لا إلك يعني بدعمك بشكل جيد ولكن دير بالك من الإنفعل أما بالنسبة للبيت الثاني زي ما حكنا في بداية التوقعات ولكن برضو بدك تحط الجانب السلبي على الأمور المالية ممكن تحدث معك خلال هذا النهار يعني تتعطى المسألة مالية أو أنه أنت تبقى ماشي في مسألة مالية ما تزبط مثل ما بدك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني جيدة وبتدعمك بقوة إلا أنه ممكن أنه العصبية تخرب عليك كثير من المسائل ممكن اليوم يكون عندك بعض الاتصالات أو النقاشات أو التحركات وفيه منك ممكن يهتم في بعض المسائل إلها علاقة بأخ أو جار أما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم امتحانات على المستوى الابتدائي والثانوي بدهم يدرسوا ما يعتمدوا على الحظ نهائيا أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بيعملك نوع من أنواع التقارب مع أفراد العائلة أو الاهتمام بمسائل عقارية أو الاهتمام بأمور منزلية مشتريات مستحقات صيانة ترتيب أشياء من هذا القبيل وممكن يصير فيه تقابل على مسألة ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي والحظ برضو ضعيف الأمور وضغطيتك بشكل كبير فعشان هيك لا تعتمد على الحظوظ اليوم وبرضو فيه مسائل ممكن أنها اليوم يعني تخلق نوع من أنواع الإشكالية ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور يعني برضو فيها نوع من أنواع السلبية اللي بتراكم عليك بعض الأعمال وممكن أنه تهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو متقلب خلال هذا النهار ما بينك وبين الشريك فعشان هيك فيه ساعات الصباح ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية على مسألة معينة يعني تحتد أو تعصب أو تناقش بحدية فيه ساعات ما بعد العصر يعني تقريبا الأجواء بتصير مطمئنة ممكن يصير مصالحة مثلا أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأمور الأموال المشتركة يعني بتدعمك شوي فيه أمور إلها علاقة بالأموال اللي ما بتعود لك يعني ممكن أنك تنظم ديون أو تنظم بعض الممتلكات أو تنظم مسائل إلها علاقة بالقروض أو الأمور البنكية أما بالنسبة للبيت التاسع على المستوى السفر أو معاملات السفر أو أمور إلها علاقة بالامتحنات الجامعية فهي جيدة تدعمك بشكل قوي وممكن حتى اللي بقدموا امتحنات جامعية تكون أمورهم جيدة ولكن بما أنه البيت الخامس بيت الحظ بيقول لك ما تعتمد على الحظوظ أنا بقول لك حاول أنك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحظ برضو اللي في منك رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية ما يعتمد على الحظ فيها إذا ما كان مستعد بشكل جيد ممكن الحكم يطلع يضده أما بالنسبة للبيت العاشر يعني أمور جيدة على مستوى بيت السمعة ولكن بنقول لك حاول أنك ما تخالف القوانين إذا خالفت القوانين معناة سمعتك على المحك الفترة هاي ما تدخل في أي أعمال مشبوهة وبرضو في نفس اللحظة ما تغامر بسمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو جيد ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين صديق أو تقارب على مسألة معينة أو ممكن يكون دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تطمئن على صديق ممكن تعرض لمشكلة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد يعني بيحاول أنه يحميك خلال هذا النهار من بعض المشاكل أو المتاعب ممكن اليوم أنك أنت مثلا تهتم بعمل إضافي أو تهتم بإنجاز الأعمال الضرورية أو تهتم بشأنك الصحي يعني كلها بشكل إيجابي إن شاء الله برج الميزان اليوم بتبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم ثقتكم بأنفسكم أكثر بتنجحوا في الدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقل بعض المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك طبعا القمر بما أنه موجود في البيت الأول فهو بدعمك بقوة وممكن أنه اليوم يحدث لك بعض المفاجآت أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني صحيح أنه فيها بعض الضغط المالي أو بعض الأمور المالية اللي بترهقك أو بتأرقك أو ممكن تهتم فيها اليوم ولكن إجمالا اليوم تقريبا بدنا نحكي أنه شوي روتيني ممكن يساعدك في بعض المصاريف أو بعض الالتزامات المالية أو ممكن تحصل بعض الأموال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى البيت يعني بيدعمك على مستوى الامتحانات على مستوى الدراسي على مستوى النقاشات الاتصالات يعني كلها هاي أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع يعني على مستوى البيت بيت البيت يعني شوي ممكن يكون في بعض الضغط ولكن أنا مش شايف أنه كثير فممكن اليوم تنشغل بس بأمور العلاقة بترتيبات تصليحات اهتمامات بيتية بعض المشتريات أو أشياء من هذا القبيل ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي بيدعمك بقوة خلال هذا النهار ممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ما بينك وبين حبيب أو ممكن تتراجع عن قرار التختب الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السادس يعني إجمالا على مستوى العمل جيد وفي منك رح يهتم بشؤون صحية أو مسائل إلها علاقة بالاستشفاء أو بطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى بيت الشراكة ممكن يسبب لك يعني بعض الإنزعاج من تصرف الشريك كزوج أو زوجة ممكن شوي تحتدوا بالنقاشات على مسائل معينة ولكن إجمالا سهل إنك تعالجوها بسرعة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة لبيت الاتصالات البعيدة ممكن يعني شوي يصير بعض المشاحنات أو الإنزعاج من شخص خارج البلاد أو تسمع خبر يوترك في منكو ممكن يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمعاملات زي استراد تصدير أمور تجارية أشياء من هذا القبيل يعني هذول هاي للتجار واللي بيشتغلوا على الأوراق القانونية ما يهملوها على أساس أنه ما تصير الأمور ضدهم اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يدرسوا ويركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو تقريبا جيد على مستوى بيت السمعة فبتقدروا تنجزوا بعض الأعمال الضرورية بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل ولكن في منكو ممكن يتأخر عن دوامه أو يعني شوي تصير بعض المشاحنات حاولوا تتجاوزوها بتصير الأمور ممتازة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد فاليوم ممكن تتواصل مع صديق أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مثلا أو عزومة على فطور مثلا في رمضان أو ممكن تفقد بعض الأصدقاء لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك على مستوى أمور ممكن إنجاز بعض الأعمال الضرورية أو الاهتمام بشؤون داخلية عائلية أو ممكن تدافع عن نفسك بقوة وبثقة بالنفس وممكن برضو تهتم ببعض الديون أو استرداد بعض الأشياء اللي بتعود لك برج العقرب طبعا لا اليوم الثاني بتكديروا بالكواع صحتكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتتراجع صحتكم شوي وبنتابكم شعور بالتعب أو الملل حاولوا أنكوا تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول بما أنه البيت المتاعب ضاغط بهذا الشكل معناته بيتك الأول شوي بكون روتيني أو بكون في بعض الامتعاض أو الكسل أو شعور بالملل أو يعني مللك من الروتين أو الانزعاج من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن يكون في بعض الضغط أو الالتزامات المالية أو بعض الأمور المالية وفي منكم ممكن ينزعج من مشتريات أو بعض الأشياء اللي غير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فيعني الأمور على مستوى التواصل والاتصالات يعني بتكون على طبيعتك خلال هذا النهار ولكن في أغلب الأوقات بيكون في نوع من الحدية أو العصبية أو بيكون باين عليك من لهجتك أنك أنت معصب حتى لو أنت كنت مش معصب فعشان هيك ممكن أي أحد يفهمك بشكل خطأ خلال هذا النهار اللي عنده امتحان أو عنده دراسة ما يستعجل وما يتعجل في تقديم الأجوبة بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الرابع جيد الأمور فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم أو الإنسجام وممكن تهتموا ببعض التصليحات أو الترتيبات المنزلية ممكن تحتد من تصرف أحد الأفراد ولكن الأمور بتمشي بشكل جيد إن تجاوزتها أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى ببيت العاطفة ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب اليوم وممكن مصالحة أو الإتمان عليه أو إنه هو يشعر بوضعك فيحاول إنه يواسيك أو يوخذ بإيدك أما بالنسبة للبيت السادس يعني تقريبا روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن برضو منقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية وانتبه لصحتك بما أنه بيت المتاعب ضاغط أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى بيت الشراكة فممكن يسبب لك نوع من أنواع الحدية أو التوتر بسبب تصرف معين من الشريك يعني شوي هيك تنزعج من تصرفه أو من كلمة أو إنه مش فاهمك أشياء من هذا القبيل وهي بتيجي للمتزوجين أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة القلق بيصير على أمور مالية مشتركة يعني إلها علاقة بديون قروض سداد بعض الأمور التزامات أشياء من هذا القبيل أهم شيء أنك أنت تخفف من مصاريفك أو من الدفعات أو ما تلتزم بشيء أنت ما رح تقدر تسده أما بالنسبة للبيت التاسع يعني على مستوى الاتصالات البعيدة ممكن تنزعج من خبر معين ممكن نشاط على مستوى أوراق قانونية أو معاملات إلها علاقة بأوراق سفر أو إقامة أو أشياء من هذا القبيل ممكن شوي صير فيها بعض الأعطال ولكنها بتمشي في النهاية ممكن برضو اهتمام بامتحانات أو دراسة بدك تركز بشكل جيد وحكينا أنه ما تستعجل وفي نفس اللحظة بدك تستعد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور إجمالا جيدة على بيستوى وبيت السمعة ممكن اليوم تحافظ على سمعتك ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال خصوصا إذا كنت تعمل من ضمن مؤسسات كبيرة تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل وممكن أنك تدافع عن سمعتك بشراسة أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء شوي فيه نوع من النوع الإيجابية فممكن تتواصل مع صديق اليوم أو يتفقدك صديق معين وممكن برضو يصلك خبر معين يزعجك ولكن الأمور إجمالا جيدة في منكم ممكن يتوجه له دعوة لحفلة أو مناسبة أو لشاي أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناها في بداية التوقعات برج القوس طبعا اليوم النشاط كله اجتماعي فعشان هيك اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو حتى لقاء عابر بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك من مسألة معينة ممكن أنك تجد حليف بدعم تصوراتك خلال هذا النهار أهم شيء أنك ما تستسلم كرر المحاولة لأمور أنت كانت صعبة عليك بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم إيجابي جدا أنت مدعوم بقوة ويعني نفسيتك مرتاحة في عندك أمور منطمئنيتك على شيء معين يعني صحيح فيه شوية قلق ولكن الأمور بتمشي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف فيه ضغط على المستوى المالي ممكن شوي زيادة مصاريف أو مشتريات أو التزامات مالية هي اللي تأرقك خلال هذا النهار في منكو ممكن ينشغل بمسائل إما إدارية مالية أو بعض الديون والالتزامات أما بالنسبة للبيت الثالث اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده تحركات أو عنده نشاط اليوم بده ينتبه من العجل أو التسرع أو التهور ما اللي يقودوا بالسيارة بين المدن بدهم ينتبهوا من الحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فهو تقريبا نحكي جيد على مستوى البيت يعني الأجواء مطمئنة في نوع من أنواع الهدوء أو التعاون الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة وهذا إشي بترك انطباع جيد ممكن التزامات أو مشتريات أو بعض المصاريف البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني شوي الأمور فيها نوع من أنواع الضغط العاطفي ولكن بتمشي إذا أنت حبيت أنك تمشيها بس إذا أنت ما حبيت معناته في مشكلة اليوم أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل والصحة ممكن تهتم بشؤون صحية أو بعض المعاملات للعمل أو الاهتمام بإنجاز بعض المهام أو الأعمال ممكن شوي يكون منها مربك أما بالنسبة للبيت السابع وبيت الشراكي فهو ضاغط تماما عليك فعشان هيك العلاقة ما بين الأزواج ممكن يكون فيها نوع من أنواع الحدية أو العصبية خلال هذا النهار بدك تمسك أعصابك بشكل جيد أثناء تعاملك مع الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدعمك على مستوى الأموال المشتركة ممكن اليوم تحصل بعض الأمور اللي إلك الأموال اللي بتعود لك أو ممكن الاهتمام في بعض المسائل البنكية أو الإدارية أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الأمور القضائية فهي لصالحك وعلى مستوى الأمور اللي إلها علاقة بأوراق قانونية برضو لصالحك ممكن تواصل مع أشخاص خارج البلاد واللي عندهم امتحنات جامعية برضو بتكون أمورهم ممتازة أما بالنسبة لبيتك العاشر فشايف الأمور أنا برضو على مستوى بيت السمعة جيدة بتدعمك في بعض المسائل وممكن تنجز بعض الأعمال بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 12 جيد على مستوى التواصل والاتصالات ومرضو على مستوى إنجاز بعض الأعمال المهمة بتقدر تسند ظهرك على حيط جامد إنه ما حدا رح يقدر يتآمر عليك خلال الفترة هاي لأنه أنت صاحي جدا ولكن بدك تنتبه إنه لما ينتقل القمر لبرج العقرب بصير في بيت متاعبك بتصير الأمور ضغطة عليك برج الجدي يعني أيوم جيد للي ببحث عن عمل أو بيرغب على إدخال أو في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه لكم المسؤولين بقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الأضواء بشكل قوي جدا خلال هذا النهار بتخضع لعدة تجارب مهمة أهم إش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك قوم بواجباتك على أحسن ما يمكن ومقدم أفضل المستطاع ممكن يكون باليوم هذا في نوع من أنواع القلق أو التوتر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني نفسيا أنت مشحون بطاقة سلبية عالية جدا بتأرقك أو بتأزم بعض الأمور عندك أو ممكن أنت تعركس بعض الأمور بسبب عصبيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية إلا أنه ممكن شوي تحتد أو تروح تصرف فلوس بمكان مش وقته أو مش لازم يعني نوع من أنواع تفريغ الطاقة أو الغضب هذا بالمشتريات دير بالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى التنقلات والاتصالات أنت نشيد جدا عندك سرعة بديهة عالية وعندك قدرة على الإقناع عالية جدا خلال هذا النهار اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بنجز بشكل جيد أهم شيء أنك إذا كان عندك امتحان يعني أدرس على أساس أن نتحقق علامات جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل على مستوى البيت وأفراد العائلة على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف في ضغط على المستوى العاطفي فممكن يوترك أو يشحنك بطاقة سلبية أو ممكن تتوتر من علاقة الحبيب أو تحس أن الحبيب شوي مبعد عنك بالفترة فهذا شوي يعصبك أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما على مستوى العمل والصحة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضغط على مستوى بيت الشراكة بسبب لك نوع من أنواع التأزم في النفسية وممكن تحتد وتعصب من الشريك اللي هو الزوج أو الزوجة وممكن يصير في خلاف ما بينكم أو حدية في النقاشات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الأمور القضائية أوراق قانونية على مستوى معاملات معاملات سفر على مستوى امتحانات جامعية على مستوى استيراد تصدير كل هاي الأمور بتدعمك بقوة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة على مستوى الأصدقاء والمعارف والتواصل معاهم وممكن هذا شوي يدعمك ببعض المسائل الممتازة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب خلال هذا النهار ما بينك وبين صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد جدا وبيدعمك في قوة فعشان هيك ما فيه خوف عليك من أي شخص بيحاول أن يتأمر عليك بالخفاء وفيه منك وبينجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يهتم بشأن صحي أو أدوية أو مكملات أو بصحة أحد الأشخاص برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بأمور بالسفر أو أوراق سفر أو معاملات سفر أو اتصالات خارجية مع أشخاص خارج البلاد أو مع مؤسسات تعليمية أو امتحانات يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء حاول أنك تتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك خلال هذا النهار ما تخشى شيء ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وممكن أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي صحيح أنه في أمور ضغطة ولكن أنت نفسيا اليوم مرتاح مشحون بطاقة إيجابية وهذا الإشي بساعدك في كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني يعني القلق المادي هذا الموجود والمصاريف لزيادة هاي بتظلها مأزمة معك لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتصير الأمور جيدة وممكن يجيك بعض الفرص المادية وممكن بعض المساعدات أو تدرى حل مشكلة مالية عندك أهم إشي أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم تنشط بأمور إلها علاقة بالاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى التنقلات وفي منك رح يهتم بامتحانات أو دراسة هدولة برضو بنجزوا بشكل جيد إلا أني بقولهم حاولوا تدرسوا عشان تجيبوا علامات جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور ضغطة شوي في مسائل أو مشاحنات منزلية بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن أعطالي زيادة أو مصاريف الزيادة أو متطلبات يعني شوي بتحس أنه فيها نوع من أنواع العبئ عليك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى الأحبة أو لقاء الأحبة أو التواصل ما بينك وبين الحبيب وممكن يكون في إنسجام رائع ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما على مستوى بيت العمل فعشان هيك يعني ممكن تنجزوا بعض الأعمال بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل ولكن في منك رح يتراكم عليه العمل زيادة في منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة أو بيت الشراكة بين الأزواج والشركاء بالعمل يعني برضو يعني جيد هو بيدعمك في بعض المسائل ممكن تتراجع عن قرار التخطب الفترة الماضية ممكن يصير بعض المصالحة صحيح الأجواء ممكن يصير فيها نوع من أنواع النقاشات الحادية ولكن برضو بطاقتك بتقدر تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الأمور السفر زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني بنقولك حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأي شيء مشبوه وحاول أنك تحافظ على سمعتك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني جيد وبيدعمك بقوة بعلاقة أو بصديق معين ممكن يساندك في مسألة معينة أو يقف بجانبك في مسألة أو يعطيك حلول يعني بيت مساعد إليك بشكل قوي وممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة إلا أنه برضو بقولك حاول تنجز الأمور الضرورية والمهمة من الأعمال حاول أنك تحافظ على صحتك حاول أنك أنت برضو ما تغامر وما تخاطر في مسائل أنت ما تكون دارسها برج الحوت بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض لا تهموا لصحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل يعني حاول أنك تسارع لعملك بدون مماطلة ولا أعذار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم نفسيتك أحسن من الأيام الماضية يعني عندك شوية طاقة أو إيجابية ابتدعمك في بعض المسائل وممكن تحل بعض المسائل إلها علاقة بالشأن الشخصي ممكن اليوم تهتم في أمور إلها علاقة بالمشتريات أو بالتزيين أو التجميل أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط بالمصاريف مصاريف المالية أو التزامات أو ترتيب بعض الالتزامات المالية أهم شيء أنك ما تتهرب من واقعك بالمشتريات والصرف أما بالنسبة للبيت الثالث يعني امسك حالك من النقاشات الحادة ما تخوض بنقاشات حادة واذا عندك امتحان حاول انك انت تدرس وتستعد بشكل جيد وانتبه على الطرقات اثناء القيادي اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الامور جيدة في نوع من انواع التوافق ما بينك وبين افراد العائلة اكثر اليوم نوع من انواع المصالحة او التقارب او ممكن الاهتمام ببعض المسائل العائلية او الالتزامات مثل صياني ترتيب مشتريات اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي شوي الامور متقلبي خلال هذا النهار ما بين ايجابي وسلبي ايجابي وسلبي على اكثر من مرحلة فعشان نقول لك حاول انك تدير بالك من الحدية والعصبية اثناء تعاملك مع الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فالامور جيدة على مستوى العمل فممكن اليوم تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك بالتعاون مع زميل او رئيسك بالعمل وفي منكم ممكن يهتم بشأن صحي اهم ايش يدير بالك من الوساوس اما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكي جيد بيدعمك بشكل قوي الا انه برضو بيوجد نوع من انواع الخلافات او الحدية بالطباع بين الازواج حاول انك تتجاوز المرحلة هاي بتلاقي انه صار تلاقي ما بينك وبين الشريك الهو الزوج او الزوجة وممكن تكون مصالحة خصوصا اذا تراجعت عن قرار انت كنت متاخده بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني جيد بيدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاوراق القانونية او المعاملات الرسمية او حتى الاتصالات اللي عندهم امتحانات برضو اليوم على المستوى الجامعي بنجزه بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بيدعمك بشكل قوي على مستوى بيت السمعة وعلى مستوى الاعمال من ضمن مؤسس كبيرة ممكن اليوم تحقق انجازات رائعة اما بالنسبة لبيتك 11 فشايف الامور على مستوى الاصدقاء ممكن يكون فيه نوع من انواع التوتر زي الايام الماضية وممكن تحتد من تصرف بعض الاشخاص وممكن يكون فيه قلق من بعض الاصدقاء يعني شوي بوتروك ولكن اجمالا يعني ممكن يكون الامور ما تيجي مع الكل يعني ممكن اشخاص معينين من الحوت اللي يضرروا من هذا البيت اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بشكل قوي جدا وبيحميك وبدافع عنك وممكن يساندك في بعض المسائل العملية ممكن انت اليوم تنجز كثير من الاعمال المهمة وممكن تهتم بصحتك اكثر وممكن تهتم بشأن الاعلاقة بالمؤسسات الكبيرة زي المستشفيات او السجون هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انتظروا الى اللقاء